اشتركوا في القناة بسبب عدم دعمهم تظاهراته المتواضعة التي نظمت الجمعة للمطالبة بخروج القوات الأمريكية لتباشر القوات الحكومية هجوما على ساحات الطيران وقرطبة والقيلاني والخلاني وجسر السينك في محاولة الاقتحامها من أجل إحكام طوقها على ساحة التحرير معقل المتظاهرين الرئيس كما نفذت عمليات حرق واسعة في خيام المعتصمين واعتقلت ناشطين واعتدت بالضرب على آخرين واستخدمت تلك القوات جرافات كبيرة لرفع الحواجز التي أقامها المعتصمون منذ أشهر لحمايتهم من قنابل الغاز وفي البصرة أكدوا شهود عيان وناشطون أن ما تسمى قوات الصدم اقتحمت بعشرات العجلات والأليات ساحة البحرية بعد ساعات من اقتحام ساحة ذات الصواري وأطلقت النار وقنابل الغاز كما احتقلت عشرات الشباب وسط معلومات أكدت تنفيذ حملة اعتقالات طالت ناشطين في منازلهم ووفقا لناشط مدني فإن القوة حاولت محاصرة المعتصمين واعتقالهم لكن أغلبهم تمكنوا من الانسحاب نحو منطقتين الأندلس والجنين القريبتين وفي كربلاء كانت شوارع المدينة وساحاتها مسرحا لعمليات كر وفر حيث هاجمت القوات الحكومية المتظاهرين في فلكة الأحرار بالرصاص وقنابل الغاز ما تسبب في تسجيل حالات اختناق في صفوفهم وفي سيناريا مشابه شهدت العديد من المدن الجنوبية انتشارا عسكريا واسعا لا سيما في محيط عدد من ساحة التظاهر وفي الشوارع الحيوية جولة جديدة بين الشعب والسلطة يخوضها المتظاهرون أمام أحزاب الفساد التي تحاول فرض رهاناتها الدموية مدفوعة بغطاء ممن استقتلوا لاستثمار التظاهرات وفشلوا فشالا ذرعا فسقطت عنهم الأقنعة ليظهر قبح وجوههم وأفعالهم على الملأ ترجمة نانسي قنقر